بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلم الأحياء وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم التسويق وعلم الإنسان وغيرها من العلوم لتصميم وتطوير وتصنيع وتسويق العطور يهدف مهندس العطور إلى تقليل الجهد والوقت والأخطاء وتوقع النتائج وتطبيق معيار الجودة في العمل بمجال العطور وذلك من خلال استخدام الأساليب العلمية والهندسية لفهم كيفية عمل العطور وكيفية تحسينها الكيمياء والفيزياء تلعب الكيمياء والفيزياء دوراً أساسياً في هندسة العطور فالكيمياء هي العلم الذي يدرس بنية وتركيب وتفاعل المواد بينما الفيزياء هي العلم الذي يدرس سلوك المادة والطاقة يستخدم مهندس العطور المعرفة الكيميائية والفيزيائية لفهم مكونات العطور وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض على سبيل المثال يستخدمون المعرفة الكيميائية لتحديد بنية الجزيئات العطرية وكيفية تأثيرها على الرائحة كما يستخدمون المعرفة الفيزيائية لفهم كيفية انتشار الروائح وكيفية تأثير الظروف البيئية على رائحة العطر الرياضيات تستخدم الرياضيات أيضا في هندسة العطور على سبيل المثال يستخدم مهندس العطور الرياضيات لحساب النسب المثلى للمكونات العطرية لإنشاء رائحة مرغوبة كما يستخدمون الرياضيات لتصميم وتحليل العمليات الصناعية المستخدمة في صناعة العطور علم الأحياء يساعد علم الأحياء مهندس العطور على فهم كيفية تفاعل العطور مع الجسم البشري على سبيل المثال يستخدمون المعرفة البيولوجية لفهم كيفية تؤثر العطور على الدماغ والجهاز العصبي كما يستخدمون المعرفة البيولوجية لفهم كيفية تأثير العطور على الجلد علم النفس وعلم الاجتماعي يساعد علم النفس وعلم الاجتماعي مهندس العطور على فهم كيفية يدرك البشر العطور على سبيل المثال، يستخدمون المعرفة النفسية لفهم كيفية تؤثر العطور على المشاعر والسلوك. كما يستخدمون المعرفة الاجتماعية لفهم كيفية تؤثر العطور على الثقافة والمجتمع. علم التسويق يساعد علم التسويق مهندس العطور على تصميم وتسويق العطور بشكل فعال. على سبيل المثال، يستخدمون المعرفة التسويقية لفهم احتياجات ورغبات العملاء. كما يستخدمون المعرفة التسويقية لإنشاء علامات تجارية قوية للعطور. تقنية المعلومات تستخدم تقنية المعلومات على نطاق واسع في هندسة العطور. على سبيل المثال، يستخدم مهندس العطور تقنية المعلومات لإنشاء قواعد بيانات للعطور ومكوناتها. كما يستخدمون تقنية المعلومات لتصميم وتشغيل النماذج الحاسوبية لاختبار العطور الذكاء الاصطناعي يستخدم الذكاء الاصطناعي ايضا في هندسة العطور على سبيل المثال يستخدم مهندس العطور الذكاء الاصطناعي لانشاء روائح جديدة تلقائيا كما يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية تصنيع العطور مجالات عمل مهندس العطور يعمل مهندس العطور في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك شركات صناعة العطور شركات تصنيع مستحضرات التجميل شركات البيع بالتجزئة للعطور شركات التسويق للعطور شركات العطارة مهام مهندس العطور تشمل مهام مهندس العطور ما يلي تطوير وتصميم العطور الجديدة تحليل وتقييم العطور الموجودة تحسين عمليات تصنيع العطور إجراء الأبحاث والتطوير في مجال العطور المهارات المطلوبة لمهندس العطور تشمل المهارات المطلوبة لمهندس العطور ما يلي فهم أساسي للكيمياء والفيزياء والرياضيات مهارات تحليلية قوية مهارات إبداعية وفنية مهارات التواصل والكتابة القوية مستقبل هندسة العطور يتوقع أن ينمو مجال هندسة العطور في المستقبل وذلك بسبب زيادة الطلب على العطور الجديدة والابتكار المستمر في مجال تصنيع العطور يمكن أن يساعد استخدام الأساليب العلمية والهندسية في هندسة العطور على تطوير عطور جديدة أكثر جاذبية وفاعلية كما يمكن أن يساعد على تحسين عملية تصنيع العطور وجعلها أكثر كفاءة وصديقة للبيئة هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن أصبت فمن الله وإن أخطعت فمن نفسي والشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته